مشكلة للتقاعد إصلاح ديالتقاعد إذن من الإصلاح ديالآن اللي ينشدون إصلاح ديالمنظومة التعليمية الآن بعدما قاموا بالإصلاح ديالتقاعد وكانوا وحد الإصلاح مقياسي الآن قال لك سيباشرون الإصلاح وهو غير تتميم إصلاح تتميم دياله في النسخة دياله التانية لأن للأمانة هذا الإصلاح ديال للتقاعد رأى دخل من 2003 كانت دخل في دخل في مكاتب الدراسة منذ 2003 ولم تجرأ أي حكومة أن تقوم بتنزيله حتى جاء ابن كيران وفي آخر مرحلاتي له في 2016 ليه هو ينزل هذا الإصلاح ديال صناديق تقاعد ونزله بوحد الحدة ديال إصلاح مقياسي محض كل شي ترتب على على الموظف المكتسبات كل شي تخلوا عليها الآن اللي قالت أنت يحضروا على المكتسبات قال لك ديالجون 3 خاصة نحافظو بها كده المكتسبات ديال المتقاعدين اللي كان جوجونس ولت جوج في المياه من بعد ما كان يحتسب آخر أجر والذي يحتسب لك المتوسط ديال الثمان سنوات الزيادة في الاشتراكات كل شي تدار على أساس علاش هذا شي إرضاء للإملاءات ديال الصندوق سنوات ديال الدولية المانحة المؤسسات المريحة وصندوق النقد الدولي إلى أخير النورة من يجاوه 2012 أول حاجة قال عفو الله عم سالف وبدأت ينزل كل حاجة اللي يضب الناس اللي وصلوا في ديرها قد منها إصلاح المقاسة تحرير أسعار البحروقات إلى آخره توقيف ترقي بالأطر الرجعي أي حاجة فيها المادة توقيف ترقي بالشهادات الأجر مقابل العامل قالك باش وقف الإضرابات التعاقد سن التعاقد توظيف بالعقدة كل شي الكواريد جابهم علاش باش هو يعني يحافظ لأخ النوش ربما يشكل معه حكومة ويضمن أنه يبقى الموندى دي الـ 2016 2021 ساعة أخ النوش كانت عنده حسابات أخرى خلى بن كيران نجح في 2016 وضرب به أبعاد إلياس عماري اللي كان فعلا رجل عنده واحد الكفاءة تدبيرية وعنده واحد جيستيون بون جيستيون بما أنه رجل أعمال مع رجل أعمال وتوار يعرف كيف يجيب استثمارات إلى آخره وكيف يستثمر في الموارد البشرية وفي الموارد الطبيعية وقدر يخلق يعني استثمارات في استقطاب استثمارات وخلق طرواء إلى آخره فصلت عليه مين أخنو صلت عليه بين كيران وشابات تم ما فين شابات في 2016 لي خرجوا من ذاك المسرحية اللي كانوا تيلعبو فيها تيلعبوها للناس من 2012 إلى 2016 تيديروا ذاك دوخ ذوخ ذاك المسرحية باش هي لهو الناس ومرأة تدوزوا من من التحت خط تيمان أخضر أخوذ اللي بغيت يغرق الملاد بالكريري عنده صوق هبط الإملائه تخلصوا من إيدك اللي جايدك ذاك اللي مخاوية في العامرة تخلص من بن كيران شابات إلياس العمير بقى إدريس إدريس الشقر رابقى غادي معاه بالسياسة كما تيقولوا بالكياسة طاد من داز وبقى غاديمها تال آخر لحظة وخلاف الدورة خلاف الدورة خلاف البيراج ومشاق مع هادو كله هو عارف هيدير عليهم باطرون والله يدير لي فيها الخير المهم هنا جا وقال لك كيش وعدين تيقول لك الإصلاح ديال صناديق الطاقة عرض غادي يدير إفلاس غادي نمش حنا بأن 2013 2023 عارف بأن 2023 غايكون الإصلاح إيش من جديد كي إصلاح بده في 2017 ولا غادي بالتدرج 6 شهر بـ 6 شهر غادي يكمل في 2022 غادي وصل 63 سنة ومبارمجة 65 سنة يلي كانت غادي بدان من لون فو يقال كان درو بالتدرج دارو 60 سنة كملك 63 غادي يكمل 65 سنة ما هو الجديد الجديد وخص تحافظوا على تشوفوا من الناس المعاشات ديالهم هذي له وهش اللي من 97 كي اللي تقعدوا بالتامن وبالتاسع وعندهم 2500 درم وما دون وكي اللي أقل هذو هذو اللي من 97 ما دارش مراجعة في المعاشات كل شي ضربة بالطم لا لا إحزاب لا نقابات مجتمع مداني لا يديك لحكومة تا واحد ما تينضر المتقاعدين بيش حتى أن ما تكونش مساعدة وإعانة ولا شي حاجة خاصك ما تكونش عندك لساني الساس وما يكونش عندك سامر وعندك لقياس وما عندك شاب وخا تكونش دخم ساليف ريال وخا تبقى لك عشر الاف وكان عندك لقياس وعندك لقياس وعندك لا ولا شي جديد إذن لكانت إصلاح ديال سنادي تاقاعد فخاص ديك المكتسبات يتم استرجاع لأن جوج أونس ولا جوج خاص ديك جوج تبقى كمكتسب خاص ترجاع في هذه الإصلاح وخاص يحيد ديك الاعتماد ديال تماني سنوات 96 شهر آخيرة وتكون هناك واحد مراجعة ديال لانديس ديال ديال المعاشات الرقم الاستدلالي للمعاشات خاص يتم مراجعته فلا يعقل واحد ديج يخدم خمسة سنين كبر لاماني ولا كوزير وفي بعض أحيان يقدر يعفى قبل جلس 16 لعام يعفى وتبقى له يعني الملايين كما عاش واللي يساهم 42 سنة ومساهم في اقتطاع ديال صناديق تقاعد لربي 35 سنة ولربي سنة ولربي يتقاعد ب2500 درهم وتقاعد بسلم التاسع ومساهم ومساهم تقاعد بسلم ثانية تقاعد مراجعة المعاشات وحفاظ عن المكتسبات لأنه قبل كنتين سمعوا بأنه مباغين يوصلوا باش يكون هناك قطبين قطب خاص يقوموا مؤسسات لبري وقطب عام لهم تيخذوا لسام ر سواء عمومية أو شبه عمومية كل شيء مؤسسات العمومية أو شبه العمومية القطع العام سيكون سمع وجميع القطع الخاص سيكون سنسس ولكن الآن سيكون هناك قطب واحد يدمر سمع مع سنسس ومع آير كار ومع جميع السندق الأخرى يلتقع الخاص أو شبه عمومية إذن سيكون هناك قطب واحد حسب بعض التدخلات لبعض الإخوان لنشوفهم إذن ربما سيمش القطب واحد سيكون واحد موحيد للمشكلة القطع ما سيبقاش إلى آخر سيكون سيكون آير كار بالنسبة للأسات دا في سام آير أنه مستقبل ما سيبقاش هذه المشكلة ولكن الإشكال الآن وهو الإدماج للأسات دا الذي نفرض عليهم التعاقد والإدماج لا يمكن أن يتم إلا بخلق مناصب مالية قارة وشخصية قياس وتحدث مناصب مالية وأرقام ميكانوغرافية خاصة بكل واحد بكل أستاذ شخصية وتحدث في القانون المالي دي الـ 2023 وعشرين وكل شي تيعلم بأن القانون المالي القانون المالي دي 2013 راي بدو فيه من شهر ثلاثة وتنتهي في شهر تسعود تسعود هم تخلقوا في المناصب المالية عفوا أما القانون المالي راي تيبدو في 2003 في شهر ثلاثة تقريبا تيبدو إعداد فيه وتقريبا في 31 تيكون انتهاء من إعداد دي القانون المالية دي الثلاثة وعشرين على أساس من تتفتح البر في الدورة دي الأكتوبر تيت تعرض للمناقشة داخل قبة البرلمان سواء في البرلمان أو المجلس التشريعي أو المجلس المشتشري وتيت تنزل قبل يعني تتسوط عليه في آخر أسبوع دي دو جينبير سانة هذو الكوات اللي يكون باش يبدو تنفيذ دياله سننفعول دياله من الفين من فاتح يناير 2023 إذا هذا شي لما كان تستدرك الأمر من الآن فخص باش يكون هناك يعني يكون هناك واحد الوضوح في الطريقة ديال الادماج اللي غادي يكون أما تطوير هذا شي أما هذا شي اللي أي واحد جاء من بعد لأن بعد كما قلنا رمشير سلحت 24 اللي جي بعد التنسيقية فنهار 18 يناير 2022 يعني سكب بن موسى قام بتوحيد الميلف المطلبي التي وافقت عليه النقابات بخمسة وذلك بالتوقيع عليها وأيضا بحضور يعني رئيس الحكومة لتعطي ضمانا بأن هذه الميلفات كلها سيتم وتنزيلها سواء اللي ستنزل بمراسيم تعديلية أو التي ستعالج داخل النظام الأساسي الجديد ودار المأساسة ودار كل شي إذن كل شي طافق كل شي التازم والآن سفناهم كلهم ولو تلتازموا يعني بسرية الجلسات في الوقت اللي كانوا بعضين تخرجوا تقول لك حنا راكنين بعض الميلفات يعني السردية والهردية والمردية فأنهار 18 يناير 2022 هذه الساعة تم توحيد الميلف المطلبي دي الميلفات اللي تيمت اللي يوافقوا عليه الجامع لأنه شاكب بن موسى من يجا را داك شي من 15 أكتوبر أولد عمي أنا حاضرش في هذا من 15 أكتوبر وهم تيقادوا في هذا شي وشاكب بن موسى استقبال وخدال الميلفات كاملين ونطالب كل شي كل لوش حال كان عدو دي الميل في المطلبي دياله ودار خارطة الطريق ودار يعني سواء ديال النظام الأساسي الجديد للدار المعارم دياله ووفق معارم الكبرى دياله كما قلت بالقانون الإطار 51-17 32 مشروع ديال رؤية استراتيجية لإصلاح ديال منظومة ديال منظومة ديال إصلاح ديال وظيفة العمومية تعديل للدار التوظيف الجهوي الجهوية المتقدمة إصلاح صناديق التقاعد والنموذج التنموي هذو معالي يعني للأسوس للسيبور اللي غادي تبنى عليهم اللي غايت تبنى عليهم النظام الأساسي الجديد رائبين إذن كما قلت فميني دار تصور دياله دار جمع هذو كل مطاليب كولش الملف ودارهم في مطلبي واحد اللي وافقت عليه جامعة النقابات الخمس ووافق عليه رئيس الحكومة وافق عليه وزير التربية الوطنية شكب بن موسى وبالتالي نزلوا تم تحويلهم إلى الليجان التقنية والموضوعات ونتمنى خير لن أقول أكثر انتظرونا في القريب العيش إلى الملتقى غدا إن شاء الله ومتركين ella واحد انتظرونا